تامر حسني بابايا أو يعني مفيش كلامي يقدر يقف فيه أي فيلم نعرف أولها مسكة سوشال ميديا لتامر حسني وسلمها بأيدي يوم فرحة لجوزها وعرفت تامر على يقرى السكري وخربت بيت بسمة مين هي هالة عمر اللي هجمتها بسمة بوسيل يوم فرحة جدل كبير أصارته هالة عمر منصقة أعمال تامر حسني ومسؤولة السوشال ميديا بتاعته وده بعدما الفنانة المغربية بسمة بوسيل طلعت وهجمتها في ستوري ليها على الستجرام فبعدما نشر تامر فيديوهات لي مع سلمة يوم فرحة وهو بيسلمها العرسة اتفاجئ الجمهور بأن بسمة نشر ستوري بتدعي فيها على هالة عمر وبتقول إنها كانت السبب في خراب بيتها وقالب بسمة في الستوري بتاعتها عن هالة حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان السبب الرئيسي في خراب بيتك وهدم حياتك وهدم حياة أولادك وطبعا كلام بسمة خل الجمهور كله يستغرب ومش فاهم سبب موقفها من هالة رغم معز تامر الكبير ليها فيترى مين هالة عمر اللي اسمها تصدر الترند على السوشال ميديا وليه هي سبب الانفصال ما بين تامر وبسمة هالة عمر هي مسؤولة السوشال ميديا الخاصة بتامر حسني يتعرف عليها وقابلها وهي لسه عندها 14 سنة وقتها هالة كانت من أكبر معجبين تامر وبتدافع عنه ضد أي حملة بتتوجه ضده وقتها تامر كان بيفكر يستعين بحد يكون مسؤول عن السوشال ميديا بتاعته واختار هالة لما لقى عندها طاقة حب كبيرة ليه وفضلت هالة طول السنين دي معاه لحد ما جات تتجوز وجوزها طلبها من نجم الجيل لأن والدها ووالدتها ماتوا وسلمها تامر لعرسها يوم فرحها وغنى فيه كمان وبحكم قربة هالة من تامر بقت كمان قريبة من بسمة جدا وكانوا صحاب لكن فيه مصادر كتير بتقول إن هالة كانت بتغير من بسمة لأنها وغد الشوك كله بحكم قربها من تامر حسني فغارت منها هالة وحاولت توقع ما بينها وبين تامر ولكن بطريقة زكاية جدا وهي إنها تعرف تامر على صحبتها الفنانة الشابة وملكة الجمال يارة السكري واللي أعجب بها تامر ونشأت ما بينهم علاقة حب وكمان فيه اللي بيقول إن العلاقة دي وصلت للجواز العرفي وطبعا لما بسمة عرفت طلبة الانفصال من تامر وعرفت إن هالة هي السبب ورا كل ده وهي اللي صرابت خبر ارتباط تامر ويارة للصحافة عشان بسمة تعرف وتطلب الانفصال من تامر وعشان كده بسمة بتعتبر هالة سبب رئيسي من أسباب خرابتها وانفصالها عن تامر أما تامر حسني فما حاولش يوضح إيه سبب الخلاف ما بين بسمة وهالة لكنه كتب بوست طويل عن هالة بيحكي فيه إزاي يتعرف عليها وليه هو اللي سلمها العراسها لكل اللي بيسأل عن إيه وجه الأرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي أنا أحكي لكو هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين المدفعين عن تامر على الانترنت ومن كتر دفعها عني لفتت نظري ومرت ديت عليها الشكرتها ولما سفرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة قوي بتعايت وبتجري علي فوقفت لها وفكرتني من نفسها وقتاكت السوشيال ميديا لسه بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسك لي سوشيال ميديا لحد ما قلت لهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي هتمسكها فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده ما صدقتش طبعا ومن ساعتها وهي اللي مسكة كل شغل الميديا الطفلة الشطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هالة عمر أما بقى عرسها العسل ده اسمه عمر طلب إيديها مني عشان والدها ووالدتها توفاهم الله في سنة واحدة ومن اللحظة دي تحولت هالة لبنتي كبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعرسها بنفسي وبغني في فرحها لكن رغم إن ما فيش أي علاقة عاطفية ما بين تامر وهالة لكن واضح إن بسمة وغدا موقف كبير منها وبتعتبرها هي اللي خربت بيتها وإن تامر فضلها عليها فيترى هالة هتطلع تدافع عن بسمة قدام نفسها ولا تامر هيفضل يدافع عن هالة